أسواقنا هي خير أسواقي فيها التعامل بيننا راقي ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي فيها أطايب ما أحل لنا فاضفر بها يا كل مشتاقي الصدق أصل في تعاملنا إن الحلال لنا في عنباقي أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي بأريجها وجمالها الراقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسواق عرف البيع منذ ألاف السنين وأدى البيع دورا أساسيا في تنمية اقتصاد كثير من الشعوب وتطورهم وعلى مر العصور كان البائعون يقومون بإقناع الجمهور بشراء سلعهم فعادة يشتري المستهلكون سلعهم من تجار البيع بالتجزئة كالمجمعات الاستهلاكية والأسواق المركزية لكن في معظم الأحيان يتم بيع وشراء السلعة عدة مرات قبل أن تصل إلى المستهلك إذ يبيع معظم أصحاب المصانع منتجاتهم لشركات أعمال تسمى محلات البيع بالجملة وهي بدورها تبيعها لتجار التجزئة وهؤلاء بدورهم يبيعونها للمستهلكين وبناء على ذلك يتم تحديد سعر السلعة في برنامج أسواق سنعين المشتري ليستطيع شراء المنتج المناسب بسعر معفول حتى يأخذ من الجودة ما توقعه ولا يدفع من المال أكثر مما يستحقه المنتج في برنامج أسواق نتعرف كيف نجد المنتج الأفضل الذي يحقق النفع ولا يكلف الكثير اليوم سيكون لنا وقفة مع واحد من أهم الأسواق بالنسبة لكل أسرة سندخل اليوم سوق الخضروات تابعونا بأريجها وجمالها الراقي بأريجها وجمالها الراقي عمل شبه يومي لا غنى لكل أسرة عنه شراء الخضروات ما أجود أنواع الخضروات وكيف نعرفها وكيف نحفظها من التلف أطول مدة ممكنة معلومات سنعرفها اليوم في سوق الخضروات فلنبدأ كيف نعرف أن هذه الخضروات طازجة بالملمس إذا كانت الخضرة قوية قوية الملمس فهذا يعني أنها زيدة على سبيل المثال إذا كانت حبة الخيار قوية وليست لينة وقابلة للطي فهي جيدة أما إذا كانت لينة فهي تعتبر غير جيدة أيضاً الطماطم هناك نوعيات منها القشرة القوية القشرة القوية هذه تكون كمية الماء داخلها قليلة لماذا تأخذ الخضروات بالفساد عندما تتعرض لماء المطر السبب في ذلك يعود إلى أن أغلب المزارع هي مزارع عشوائية وليست مزارع محمية فبالتالي هذه المزارع تتأثر عندما تتساقط الأمطار ويؤثر ذلك سلباً على كميات وعلى جودة المنتج ويؤدي ذلك إلى إتلافه وبالتالي تقل الكمية المعروضة فيرتفع السير وهنا تضرر العميل كيف نعرف أن الخضروات الورقية مسقية بمياه الصرف الصحي؟ أقولها بأمانة للأسف أن أغلب المزارع تسقي هذه الورقيات بمياه الصرف الصحي وهناك القليل القليل جداً من المزارع التي تسقي الماء الصحيح أو الماء العد كيف نحفظ الخضروات في الثلاجة على نحو يطيل عمرها ويحافظ عليها؟ حقيقةً ينصح في بعض أصناف الخضروات أن تغلف عند حفظها في الثلاجة مثل الباذنجان ومثل البروكلي القرنبيط الملفوف الفلفل الرومي بألوانه الأحمر والأخضر والأصفر وهذه تكون من الأسباب التي تؤدي إلى إطالة عمرها داخل ثلاجة الطعام ما أنواع الخضروات التي تتم زراعتها محلياً وما الأنواع التي يتم استيرادها؟ بالنسبة للخضروات دعنا نبدأ أولاً في الطماطم ونبدأ بالطماطم المحلية فمنطقة وادي الدواسر هي منطقة غنية بهذه النوع من الخضرة الطماطم ويتعتبر من أكبر المناطق التي تصدر الطماطم أما خارجياً فلدينا منتجات تركية طماطم من تركيا ومن الأردن وأيضاً من المغرب كيف نعرف أن الثوم بحالة جيدة؟ الثومة ألا تكون الحبة مجرعة ويظهر عليها نباتات خضراء ألا تكون الحبة عند الضغط عليها تكون فارغة من داخل فصة الثوم ألا تكون فارغ هذه أبرز الأشياء التي نعرف بها جودة الثوم إذا كان جديد أو إذا كان قديم داخل المحل أو غارجه من أين يتم استيراد الزنجبيل؟ وما أهم فوائده؟ الزنجبيل هو أيضاً مصدره من الصين والزنجبيل الكل يعلم أن له فوائد عديدة وكثيرة قد تصل إلى فوائد ليست لها نهاية مثل أمراض الحلق والزكام ولا ينصح مرضى الدم ومرضى القلب أو مرضى السكري باستخدام الزنجبيل لأن له أضرار صحية عليهم بماذا تنصح مشتري الخضار؟ ينصح المستهلك أو العميل الخضار بأن يتحرى الأماكن النظيفة والجيدة والتي تعتني بالتكيف والتبريد لهذه الخضرة وأن يبتعد تماماً كل البعد عن الأماكن المكشوفة والأماكن التي تتعرض فيها الخضروات لأشعة الشمس الحارقة طوال اليوم حيث أنا لها تأثير سلبي على ذلك يلجأ بعض الصائمين بسبب ضيق الوقت إلى الاستعاضة عن وجبتي السحور والإفطار بالوجبات السريعة ظمناً منهم أنها ستوفر الطاقة وتسد احتياجهم من الغذاء وينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالتخمة واضطرابات في المعدة والنوم فالوجبات السريعة تحتوي على مواد صناعية مضرة بالجسم ويزداد ضررها أكثر في رمضان يقول الأطباء والخبراء في التغذية إن الوجبة السريعة عبارة عن دهون خالصة بنسبة ثمانين بالمئة وتحتوي على نسبة كبيرة من مواد غير طبيعية أما الغذاء الصحي بالنسبة للصائم فيتمثل بالخضروات والفواكه لأنها تعمل على امتصاص الدهون من الجسم وتقدم للجسم ما يحتاجه من المعادن والفيتامينات السؤال كيف نحضر الخضروات وكيف نطخوها بطرق صحية هذا ما سنعرفه من الدكتور أحمد عبد الله استشاري في طب المجتمع تابعونا بأريجها وجمالها الراقي بأريجها وجمالها الراقي في البداية شراءنا للخضروات لازم يكون من مصادر مامونة وسليمة ومعروفة نتجنب تماما البعض المتجولين اللي بيكونوا الخضروات عندهم مكشوفة هذه الخضروات مكشوفة معرضة للغبار معرضة للزباب معرضة للحشرات ومعرضة أيضا لأشعة الشمس اللي قد تفقد الخواص الغذائية بالنسبة لهذه الخضروات الخضروات دايما من الشكل بتاعها هنكتشف إنها هي شكلها ماشي على أخضر شكلها فريش وهذه بتدل على نضج وإن هذه الخضروات هي تازية وهي سليمة وآمنة للإستخدام الإنسان اشترينا الخضروات لازم قبل لما نبدأ في تقطيعها لازم تغسل هذه الخضروات هذه الخضروات بالذات الخضروات الورقية الأفضل إنها تغسل كل ورقة على حدة يعني كل واحدة ووحدة ناخدها ونغسلها على حدة مو نحطها كلها في هنا واحد ونحط فيها المية وخلاص لا لازم نتأكد تماما إنه هذه الخضروات اتغسلت بشكل سليم ليش لأنه قد يكون في بعض الأحيين تم استخدام بعض المبيدات وهذه المبيدات تكون ملتسقة بأوراق هذه الخضروات وتكون فيها مشاكل صحية تتأثر فيها الإنسان بعد ما رسلنا هذه الخضروات بالشكل السليم بالشكل المزبوط نحطها ونحطها نحب نحطها على التلاجة نحطها في التلاجة وإذا حبينا نقطعها ونستخدمها على طول كسلطة أو كإدام فهذه لازم يتم تقطيع بسكين خاص بهذه الخضروات ويكون في أسطح بضعة التقطيع اللي هي هذه الأسطح اللي نقطع عليها الخضروات تكون خاصة بالخضروات والشخص يكون قبل ما يبدأ يغسل الدوك بشكل كويس بالماء والصابون ويبدأ في تقطيع هذه الخضروات السلطات من أخطر المنتجات الغذائية ليش لأنها ما بتتعرض لأي معاملة يعني ما بكون في مرات أنا بقطع السلطة حاكل خضرها زي ما هي ما بدخلها على دريد حرارة ما بدخها فدي إذا كانت فيها أي بكتيريا لا أقدر الله زي الأي كولاي أكثر البكتيريا اللي بتكون فيها الأي كولاي اللي هو الشبجيريا القولونية دي اللي بتسبب بعض التصمومات الغذائية مثلا للإنسان بأريجها وجمالها الراقي وفي الختام أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الخضار أشهرها الدباء وهي القرعة قال تعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال المفسرون اليقطين هو القرع أو الدباء وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ أخرجه البخاري و مسلم إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم في حلقة جديدة و مع سوق جديد و معلومات مهمة إلى ذلكم الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أسواقنا هي خير أسواقي فيها التعامل بيننا راقي ببدائع الخيرات حافلة مزدانة لعيون ذواقي مزدانة لعيون ذواقي فيها أطايب ما أحل لنا فاضفر بها يا كل مشتاقي الصدق أصل في تعاملنا إن الحلال لنا فعنباقي أسواقنا جذبت زبائنها بأريجها وجمالها الراقي بأريجها وجمالها الراقي